و بالمناسبة عندي كمان يعني على ذكر الجماهير عندي رسالة للجمهور لان برضو يعني من الحاجات اللي كانت لفتة للانظار الفترة الاخيرة ان فيه ناس كانت ايه يعني ما بين متخوفة متوجسة متربسة سموها حضراتكم زي ما تسموها المهم ان فيه ناس قاعدة مركزة اوي في ايه اللي هيحصل الفترة اللي جاية مين ماشي مين قاعد و طبعا حضراتكم بقى مش بحتاجة اتكلمكم عن السوشال ميديا و كمية الفتاوة اللي بنشوفها من خلالها و كل واحد يقول لك اسمع الخبر الحصري عندي ده فلان قاعد و فلان ماشي وكلام ده بيبقى عاري تماما من الصحة عايز اقول جمهوري النادي الاهلي ما تقلقوش من رحيل اي لاعب بشكل عام لان يعني من النادي الاهلي ليه لان احنا عارفين كلنا وبصمين بالعشرة ان النادي الاهلي فعلا بمن حضر و على فكرة الحكاية دي متجربة بدل المرة عشرات المرات و على مدار التاريخ و بعدين حتى في حال رحيل اي لاعب تأكدوا حضراتكم ان النادي الاهلي لن يترك اي لاعب يعني يرحل دون الحفاظ على حقوق النادي لان الكل في النادي الاهلي بيعمل مصلحة النادي الاهلي اولا و اخيرا الكلام ده بقوله كمان عشان الناس اللي كان بتتكلم من امبارح عن مسألة رحيل محمد شريف و الموافقة على بيع محمد شريف الى نادي الخليج السعودي طبعا ده حصل بعد الرجوع لماصر كولر للحفاظ على احتياجات الفريق الفنية اكيد بنتمنى للعبنا كل التوفيق و زي ما قلت لحضراتكم ما تقلقوش الاهلي لا يأخذ اي قرار الا هو مدروس من كافة الجوانب اشتركوا في القناة